أهلا بكم مجدداً معكم نورس علي فيديو اليوم هو سريع جداً فقط للإجابة على تساؤلات سريعة بعض الأشخاص سألني عن نسخة Wordpress التي أستخدمها في الفيديوهات فالنسخة هي أحدث نسخة دائماً أنا أستخدم أحدث نسخة فأذهب إلى التحديثات من هنا وأقوم بالتحديث فوراً إذا كان هناك تحديث فإذن النسخة التي أستخدمها هي موجودة هنا حالياً الآن لكن في فيديو القادم إذا كان هناك تحديث ستكون أحدث نسخة بعض الأشخاص قال لي أن ما يظهر لك في الشاشة لا يظهر لدينا فلا أعرف لماذا فقلوا لي ملأ مشكلة تحديداً أو ما الشيء تحديداً لدي يظهر في الشاشة في الشروحات ولا يظهر لديكم في موقعكم أيضاً هناك مضوع آخر أن الموقع إذا كان لديكم موقع مع wordpress.com بهذا الشكل سيكون في بعض الخصائص استخدام بعض الخصائص سيكون محدود أو غير متاح أصلاً لإستخدام المجاني وإذا أردت مثلاً أن تقوم بتثبيت قوالب أو تثبيت إضافات فعليك أن تقوم بالترقية للإصدار الذي يليه فإذا كان موقعك موجود إلى أو تلعفهم الحزمة التي تليه ليس الإصدار فإذا كان موقعك موجود على wordpress.com فبالتأكيد هناك بعض المميزات لن تظهر لك إذا كان موقعك ليس على wordpress.com تم استضافته على استضافة خاصة فحدث لأحدث نسخة إذ ما زل تواجه مشكلة في الخيارات أرسل لي رسالة توضح فيها ما المشكلة تحديداً أيضاً موضوع آخر أود الحديث عنه هو أن عندما تواجهكم أي مشكلة وتودون أن أطلع عليها أو مثلاً كان هناك قمتم مشاهدة أحد فيديوهات القناة ووجهتكم مشكلة في التطبيق الأشياء الموجودة في الفيديو فيمكنكم بالتأكيد مرسلتي حول ذلك لكن اجعلوا الرسالة واضحة جداً يعني مثلاً إذا كان هناك فيديو معين شاهدتموه وسألتم سؤال كان أديكم سؤال حول هذا الفيديو ليس فقط تسأل السؤال فقط عنوين الموضوع يعني أقول مثلاً بخصوص مثلاً رفع موقع wordpress إلى السيرفر واجهتني المشكلة الفلانية في النقطة الفلانية تحديداً رابط موقعي مثلاً هو الموقع الفلاني لأن بكل بساطة أنا قم بتسجيل فيديوهات منذ مدة طويلة ونسيت أصلاً موضوع الفيديو يعني إذا أحياناً أعود عندما أقرأ بعض التعليقات أعود للفيديو لأفهم ما الذي يتحدث عنه المشاهد فأتمنى منكم أن توضحوا بالتعليق نفسه ما المشكلة حتى لو كان التعليق أدنى فيديو معين أن توضحوا ما هو الموضوع أو ما هي النقطة تحديداً التي كانت فيها المشكلة بالنسبة إذا كان السؤال عادي وعام وليس فيه معلومات خاصة يعني بيئة الاستضافة أو كلمات مرور أو إلى آخره فيمكنكم أو صور مثلاً تريدون إرسال الصور لا تقوموا وضع هذا الشيء في التعليقات أرسلوا لي بريد إلكتروني على mail at learn.now.net فهذا البريد الذي أستقبل عليه الرسائل وهو الطريقة التواصل معي الوحيدة نوعاً ما يعني لا أستخدم فيسبوك لا أستخدم تويتر لا أستخدم لا أعرف يعني كل وسائل التواصل الاجتماعي أنا لا أستخدمها لأسباب عدة من أهم الأسباب هو موضوع الخصوصية الذي تكلمت عن الخصوصية أو موضوع الخصوصية في فيديو سابق وأتمنى أيضاً أن أقوم بتسجيل فيديوهات أخرى حول نفس هذا الموضوع موضوع خصوصية خصوصية مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني هذه المواقع لا تهتم بخصوصية المستخدم ولا تحترمها وبالتالي أنا لست معنية بالتسجيل لهذه المواقع مجدداً أنا قمت طبعاً بالتسجيل بهذه المواقع منذ زمن بعيد وقررت حذف كل حساباتي فيها وعدم استخدامها مجدداً فبالتالي أنا ليس لدي حساب فيسبوك وإذا وجدتم أي حساب فيسبوك وإسمي هذا ليس أنا وليس لدي حساب تويتر وليس لدي حساب لأي موقع تواصل اجتماعي الطريقة التي تريدون التواصل طبعاً ولا أستخدم الواتساب أيضاً لأن كثير من الأشخاص يقول لي مجموعة واتساب أو أن أريد أضافتك الواتساب لا أستخدم واتساب أبداً وأيضاً ليس فقط لا أستخدم واتساب لن أشارك رقمي مع أي أحد فلا تسألوني على هذا الموضوع لأنني لن أقوم به أبداً لن أشارك رقمي مع أي شخص كان حتى لو كان في أسباب العمل وهذا بالنسبة لموضوع الواتساب والتواصل الاجتماعي فلا تسألوني عن حساب إلا أن ليرس لدي حساب وتواصل معي عبر البريد الإلكتروني وأتمنى مرة أخرى أن تكون الرسالة واضحة ومباشرة يعني أنا أريد كذا وهذه المشكلة التي واجهتني وأن تكون أيضاً فيها نوع من اللباقة والإحترام يعني أحياناً تصلني رسائل اللي يقول فيه أريد أن تقومي بكذا أنا عندما قال الرسالة بهذا الشكل لا أقوم بالإجابة عليها أبداً لأنه ليس أسلوب أن تأتي الأشخاص وتقول لهم أريد أن تفعل لي كذا وأن تقوم بكذا لا أنا لا أعمل لصالح أي أحد حتى أقوم أو أفعل لكن هناك نوع من اللباقة مثلاً هل يمكنك مساعدتي هل لديك الوقت الكاف لهذا الموضوع يعني هذه طريقة تبدو لبقة أكثر في الكلام وأنا طبعاً أراحب بكل أشخاص المحترمين والتي لديهم لباقة عالية دائماً وأقوم بالإجابة على الأسئلة تقريباً يعني أغلب الأسئلة وأيضاً نعط تنويه على موضوع آخر أن إذا قمت بسؤالي حول موضوع وخاصة على اليوتيوب أو بخانة التعليقات وأنا قمت بتتبع معك المشكلة وثم توقفت عن الرد على التعليقات أو على مشكلتك فهذا لا يعني أنني لم أتابع معك أو لا أريد مساعدتك أو شيء هذا يعني أن هناك تعليقات جاءت بعد تعليقك وأنا نسيت أن أقوم بالتتبع تعليقك ففي هذه الحالة إذا وجدت أنني لم أرض على تعليقك أو لم أعطيه أي اهتمام فقم بإعادة كتابته مرة أخرى وذكرني أن أنا سألتك هذا السؤال وتوقع مني الإجابة بالسلب أو الإجابة يعني أقول لك آسف لا أستطيع مساعدتك أو نعم أستطيع مساعدتك أو ليس لدي الوقت توقع مني أن أجبك بهذا الشكل طبعا إذا كتبت رسالة ولا أجبك أبدا حتى لو وضعتها عشر مرات هذا يعني أنك كتبت رسالة بشكل غير لبق وأنا لا أجيب على التعليقات وأي شيء سلبي أي شيء فيه عدم لباقة عدم احترام نوعا ما أنا لا أجيب عليه أبدا أبدا فهذا بالنسبة لموضوع التعليقات والأسئلة بالنسبة لموضوع الموضوع أن الفيديوهات القناة ما الموضوع الذي سأتحدث عنهم في المستقبل أو ما الشيء المنتظر المتلق في هذه القناة نفس الشيء لن أغير أي شيء ستكون معظم فيديوهات القناة حول وورد بريس حول السيرفرات طبعا توقفت فيديوهات سيبانال لن يكون هنا لك فيديوهات عن سيبانال السبب أني قمت بإغلاق اشتراكي مع الاستضافة أنا كان لدي استضافة مع الشركة اسمها Green Geeks ولمدة ثلاث سنوات يعني أنا معهم أستخدم استضافتهم لمدة ثلاث سنوات وقمت بقطع اشتراكي معهم ليس لأني لست سعيدة بالخدمة التي يقدمونها السبب أنني لا أحتاج هذه الخدمة بعد الآن فإذا أردت مني أن أسجل فيديو حول مراجعتي أو تجربتي تجربتي لاستخدام هذه الاستضافة لمدة ثلاث سنوات فأرسلوا لي في خانة تعليقات سأقوم بتجيل فيديو خاص حول هذه الاستضافة وتجربتي معهم الذي حدث معي من مشاكل التي واجهتني كيف كانت تعاملهم إلى آخره فقولوا لي في خانة تعليقات فستكون الفيديوهات حول الموضوع الورد بريس بشكل خاص أيضا سيكون موضوع السيرفرات موجود على الساحة بالإضافة لفيديوهات يعني نوعا ما فيديوهات من وقت لآخر حول موضوعات مختلفة مثل موضوعات حول برمجيات أخرى غير يعني برمجية وورد بريس ولكن كما شاهدت أن أغلب المتابعين يتابعونني من أجل فيديوهات وورد بريس وبالتالي سأحاول أن أزيد من عدد فيديوهات وورد بريس خلال الشهر وهذا الشيء فقط الذي أود أن أتكلم معكم فيه اليوم فهذا فقط فإذا كان لكم أي سؤال تركوه في خانة تعليقات وعلاكم لاحقا مع السلامة